وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن في مجموعة مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي واصل خلالها مناقشة عدد من مشروعات القوانين بدأت الجلسة بتفويد مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة لتسعة طلبات مقدمة من عدد من الأعضاء فيما يخص سياسة الحكومة بشأن أولوية تعيين أوائل الخرجين بالجهات الحكومية والارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي بالمدارس فضلا عن سد العجز في أعداد الأطباء والمستلزمات الطبية وعدد من الملفات الأخرى كما تمت الموافقة على منتهى إليه تقارير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاق بين مصر وبروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحامل جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة حيث وجه أعضاء مجلس النواب التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره الفاعل في تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية عدد شمس مصر الزهبية إلى أفريقيا متتولي فخامة رئيس السيسي مقاليد الحكم ونلمس الجهود المتوصلة في هذا عايز أقول برضو فيه اهتمام من الجانب الطبي من مصر لبروندي وبالتالي هو مجال مفتوح لمزيد من الاستثمارات رفع التأشير حيث يساعد المسؤولين في الحراك زهابا وإيابا كذلك وفق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن في مجموعه مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة هذا القانون يساعد في توفير بيانات بما يخص مالك هذه السفن والتصرفات التي تطرأ على مثل هذه السفن بالإضافة أنه يوفر قاعد البيانات تكون سهولة الاستدلال على السفن وأصحابها المرتكبي مثل هذه الجرائم تلا ذلك الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية على أن تناقش المواد في جلسة قادمة هذا المشروع القانون يمكن بيقوم عمل تنظيم مهنة الوسيط لدخولها في الاقتصاد الرسمي هي كان طبعا هذه المهنة عشوائية ويمكن دخولها هذا القانون بيلزم هذا النشاط الوسيط بشكل إطار قانوني لتنظيمها لدخول الاقتصاد الرسمي هذه هي واحدة الأمر الثاني هو هيحافظ على المواطنين من عملية النصب والاحتيال وده يخفف بالأثر على المحاكم وإجراءات التقاط وخلال الجلسة أحال رئيس المجلس المسشار الدكتور حنفي جبالي ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة للمجلس لدراستها وأعداد تقرير بشأنها اشتركوا في القناة